احنا كان عندنا سؤال تركته السيدة عزة بتسأل على استعمال الشطاف لنستعمل الشطاف في الصيامة يعلى يفسد صيامنا نستعمله بغير مبالغة لان المبالغة فيه قد تؤدي في بعض الاحيين الى ان الماء يصل الى الماء ده ولكن نستعمله بغير ماذا بغير مبالغة يبقى عندنا دلوقتي السيدة عزة جاوبنا على سؤالها فيما يتعلق بمسألة الشطاف وزكاة الفطر كمان سألوا هل زكاة الفطر تم تحددها فتم تحددها بخمستاشر جنيه كمان فزكاة الفطر كمان بقت خمستاشر جنيه احنا بنحسبها ازاي بنحسبها باقل اتنين كيلو ونص من القوت اللي بيأكلوا الناس ليه طيب لان دوت هو دوت عامة اكل الناس لان احنا بنحط المسألة على الناس اللي بتاكلوا عامة ولكن لا مش معناه انه محدش يزود ده لو زود الواحد كمان عايكون بركة وخير ونور وفضل ونعمة ولذلك احنا بنحب في رمضان ان الناس تزيد من الصداقات وتزيد من البركة ليه طيب ليه لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى السؤال الزيادة اللي انا زودة في مسألة الزكاة اللي انا بخرجها هل تحسب فرضا يعني بقى السواب عليها فرضا ولا يحسب سنة ايه راجح انه يحسب اللي بنختاره انه يحسب فرضا يعني يبقى اللي انا زودته ده كاني انا بخرجه فرض وياخد سواب الفرض ليه طيب هو سواب الفرض اعلى من سواب السنة وما زال عبدي اتقرب إليه بالنوافر فإذا بان ان الفرض هو اعلى اعلى الطاعات ثوابا نعم استاذ عفاف تتفضل السلام عليكم وعليكم مسامة رحمة الله وبركاته انا زيكي حضرت الشيخ قرصان طيب وحضرت طيب وبصحة وبسلامي انا خليك ربنا يكلم حضرت الشيخ انا عزي اسألك سؤال بس على التنمر في المدارس نعم جاريت اللي تتكلموا علي يعني كده انا عندي بنتي السنة ستة فبيتنمروا عليها العيال ويتكلموا عليها الكلام مش كويس ومشاكل ويعني بص هي ذائد من المدرسة خالص وإحنا بس نشتكنا المديره كده عشان ليه هي طلعة الأول بازم بنا ان هي تطلع الأول يعني هم دلوقتي بيقولوا عليها دحيحة مثلا بيقولوا عليها ايه بيقولوا عليها ايه عشان هي تطلع طلع الأول يعني يعني الكلام مش كويس هي مش كويسة هي بتحب أولاد هي مش عارفة إيه وهي حالها وكمان أنا اشتكت للمدير وأنا كنت بنعمل أنشطة يعني زي حتة غيرة يعني كمان اللي هي اللي هي الأخصائية الأخصائية الاجتماعية فأنا قلت لها يريد تحل الموضوع ده أنا بقالي شهور يريد تحل الموضوع ده فمتحلهمش دروح تاخدهم أنتوا صحاب أنت مش عارفين تكلموا تاني يوم عليها قلت له لو أنت متحلش المشكلة أنا حننشتك في الإدارة أول ما قلت نشتك في الإدارة لقيتها راحة من جمع العيال وتقول لهم اكتبوا عدد أكتر على على الندى ورقوا ودوا للإدارة عشان يبقى العدد أكتر نعرفوا بقى منوقفوا عند حدها طيب بنت لا تتكلم ولا تعمل أي حاجة وتنمر تنمر على شكلها تنمر على كل حاجة أنا بنت جميلة يعني مش وحشة طيب خلينا أقول لها حاجة عفاف إحنا بس عشان السؤال يكون واضح ماذا نفعل مع التنمر أول حاجة التنمر ده حرام لأنه داخل في النهي عن عدم في النهي من في النهي عن السخرية من البشر عمتا فإذا هم كانوا يسخروا لا يسخر أحدكم يبقى إذن وده وتعام مش خاص بحد إذن السخرية حرام وقد تصل السخرية في بعض الأحيان إلى أنها تكون كبيرة لما تعرض واحد للخطر يا سادة السخرية أنتم مستهينين بهذه السخرية لو كانت السخرية هينة ما أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنه وما حذرش منها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما نعش الناس أن هي تسخر من أخيهم يبقى إيه اللي حاصل السخرية هذه من أعظم الآفات في المجتمع لازم نتوقف عنها لكن واضح أن المسألة مش مسألة السخرية وبس ده سخرية وكمان بينضم إليها حسد لأن الناس بتحاول بقدر الإمكان أنها يتعجز الشخص المتفوق بأنها تقول عنه شوية صفات يبقى إذن إحنا محتاجين نعرف أنه ده حرام ونتقل الله سبحانه وتعالى وكل مدرس ومدرسة يتقوا الله في الأولاد دي لأنهم أمانة وإن خيانة الأمانة من الكبائر فيتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادنا لأن أولادنا أعرضهم أمانة عندكم وأي حد يتكلم عن أولادنا الله سبحانه وتعالى سيعامله بما يستحق ويعامله كمن يخون الأمانة وخيانة الأمانة كلها ندامة بعد الفاصل نلتقي لكي نكمل أسئلاتكم المباركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر